موسيقى بلغة المدرك للتحديات على أرض الواقع دعا الرئيس التركي لضرورة رفع قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إلى ما يزيد عن الخمسة ملاير دولار وهذا خلال أشغال بنتدى الأعمال الجزائرية التركية للجزائر وتركيا إمكانية هائلة للأسف 3.5 مليار دولار حجم المبادلات يبقى غير كافي إن شاء الله خلال فترة قصيرة ويدا بيد سنرفع في المرحلة الأولى من قيمة المبادلات إلى 5 مليار دولار وبعدها إلى 10 مليار دولار وسنسعى إلى رفع قيمتها إلى مستويات عالية نتيجة يبدو أن ملامح تحقيقها بدأت تظهر للعيان خلال زيارة الرئيس التركي للجزائر الثانية من نوعها من خلال الإمضاء على سبع اتفاقية تعاون على رأسها اتفاقية بين صناتراك وشركة تركيا في مجال الفيترو كيمياء بقيمة مليار دولار في الحقيقة الاستثمار سيكون بمثابة منشط ووسيلة خير للجزائر وتركيا إن شاء الله سنزيد هذا التعاون وكذلك هذه الاستثمارات في مجال الزراعة السياحة والطاقة كما أننا نرى بأن هناك إمكانيات كبيرة لرجال الأعمال هنا الجزائر وعلى لسان الوزير الأول أكدت استعدادها الكامل لتنفيذ نتائج منتدى الأعمال بين الطرفين للوصول إلى علاقات امتياز بين البلدين في المجال الاقتصادي تعكس عمق العلاقات التاريخية والسياسية بين الدولتين ليس هناك أي شك في أن مباحثاتكم مع فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفريقة وكذا المبادلات بين وفدين وهذا الملتدى لرجال الأعمال من شأنها أن تتيح فرص جديدة بين بلدين وستصهر حكومة بلادي على الإسراع في إنجاز كل ما سنتفق عليه في هذا المجال لكي نصل بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الامتياز طموح توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية انشغال يتقاسمه الطرفان وتوكدوا واقع ترسيده فرص الاستثمار بالأرقام على أرض الواقع